نظمت أسر الشهداء بالعاصمة عدن المهدمة منازلهم من حرب العام 2015 وساكنين بمبنى التامينات نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم اخراجهم من المبنى وناشدت الأسر خلال الوقفة الاحتجاجية اللواءين عيدروس الزبيدي وعبدالرحمن المحربي برفع ما أسموه بالظلم عن أسر الشهداء بحي السلام المتضررة منازلهم بعد إشعارهم بالخروج من مبنى التامينات في خلال فترة زمنية تنتهي يوم الأحد بحسب إفادتهم وطالب المحتجون من القيادات السياسية أن نظر إلى مطالبهم بإيجاد حلول مناسبة وبدائل لمساكنهم التي تهدمت خلال الحرب